سوف نرىهم الآن على نحو المتواصل تواظب شارع الأصحاب ابنتها ذات الأحد عشر عاماً وأبنها ذات تاسعة إلى طبيب الأسنان للتأكد من سلامة أسنانهما حيث تحرص الأم على عدم إصابة أسنانهما بالتسوس وتؤكد دوماً على ضرورة تنظيف الأسنان بالفرشات والمعجون يومياً نحن محظوظون لأن أسنانهم نظيفة وبالنظر إلى اتساع ظاهرة تسوس الأسنان عند الأطفال أطلقت الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان توجيهات جديدة تشدد على ضرورة تنظيف الأطفال لأسنانهم بالفرشات والمعجون منذ ظهور السن الأول وذلك للحفاظ على الأسنان وعدم إصابتها بالتسوس حيث يوصل أطباء باستخدام مسحة صغيرة من معجون الأسنان للأطفال في عمراً يقل عن الثلاث سنوات وتزداد الكمية تدريجياً مع تقدم الطفل بالعمر عدم وجود مادة الفلوريد فإن الأسنان ستكون أكثر عرضة للتسوس وستفقد بعض المعادن التوجيهات الجديدة تتحظ ما سبق من إرشادات أطلقتها الجمعية وجهات أخرى التي كانت تخشى الأضرار الجانبية لمادة الفلوريد المتواجدة في معجون الأسنان في حال ابتلاعها من قبل الطفل في عمر السنتين أو دون ذلك كما تم إخبارنا فإن الفلوريد يسبب تلون الأسنان ولكن يبدو أن ما تقوم به شاري مع أبنتها وأبنها يستحق ثناء كما تعلمنا في السابق تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون يومياً وهذا ما يتفق عليه الخبراء التنظيف اليومي بالفرشاة والمعجون والفحص الدوري للطبيب مختص الطريقة المثلة للحفاظ على الأسنان خالية من التسوس على المدى البعيد وللمزيد أرحب ضيفاتنا الدكتورة لما عساف جبرين طبيبة أسنان الأطفال أهلا وسهلا فيك معنا أهلا وسهلا يعني بداية من أي جيل فعلا مهم أنه يبدأ الطفل أو يبدأ الأهل يهتم وأنه طفلهم يهتم بأسنانه هو مفروض من مجرد ظهور السن الأول فعلا يبدو الأهل ينطفوا السن على الاهتمام إذا نحكي على كيف نمنع التسوس في الأطفال مفروض حتى يبدأ من مقبل فتن الأم تهتم بأسنانها والوالد يهتم بأسنانه لأنه المعروف بالدراسات أنه البكتيريا اللي بتسبب التسوس الأسنان هي عدوة من الأهل فإذا الأهل يهتموا أنه أسنانهم تكون نظيفة حتى قبل ولادة الطفل وقبل ما يطلع له أسنان هذا كثير بيقلل أنه تنتقل له البكتيريا هاي وتسبب له تسوسات بأسنانه والإشي الثاني أنه مجرد ما يطلع السن الأول مفروض يبدو الأهل فعلا يفرشوا الأسنان في كثير دول تنصح زي ما شفنا بالتقرير أنه يكون في معجون أسنان على الفرشاي لما يبدو ينطفوا إحنا هون في البلد لا خلينا نحكي الجمعية الداخلية هون في البلد بيطب أسنان أطفال تحتام هي بتوصي أنه يبدو المعجون بعمر سنتين بس التنظيف يبدو من عمر مجرد ما يطلع السن الأول يعني بالبداية ما يستعملوا الفرشاي لوحدها مع المعلمين فرشاي لوحدها أو حتى ممكن شاش على الأصبع إحنا بنحكي للأهل لأنه يكون سن أو سنين سعب يتنظف بفرشاي نعم منلف الشاشة على أصبع ومننظف فيها السن من كل المناطق يعني بره ومجورة في كتير يعني كان في أفكار شائعة وليه بدنا ننظف أسنان الأطفال ما هون نهاية سنان حليب اللي رح تكوت في النهاية ورح يطلع أسنان جداد ليه مهم أنه نعتني بأسنان الأطفال بهالمرحلة هي أكتر من عامل خلينا نحكي مبدئيا أن الأسنان هاي عشان تتبدل تبدأ في عمر ست سنين وكتير أهل بفكروا أنه خلص صار عمر ابني ست سنين فخلصوا الأسنان حليب بس هو لا هو أول سن بيبدأ يوقع بعمر خمسة ونص ستة آخر سن بتبدل بالسن بالتم بيكون بعمر تلتعاش أربعتاش فنحكي للطفل إن ما بنا نهتم بأسنانك لمدة أربعة عشر سنة هذا الشيء يكيد مضر لإله ومؤذي لإله هاي الأسنان بيحتاجها بيحتاجها على أساس يأكل فيها يحكي فيها بتأثر على نمو العدم وجودها على أساس تهيئ مكان للأسنان الدائمة اللي بدها تطلع إذا إحنا أهملنا وهي صفينا الأسنان عملنا بنتركها تسوس وعن ناخد عدو طبيب الأسنان بمرحلة إنه هاي الأسنان بس العلاج وحيد لإلها هو خلع فإحنا عم نقزي بكل النواحي اللي عددناها طيب دكتورة لما لأي مدى مهم أنه إحنا نختار معجون الأسنان ونختار الفرشاء أيضا الملائمة للطفل أو حتى يعني لو بعد سنتين يعني قبل سنتين يكون شاشة وبعد السنتين مش قبل سنتين شاشة مجرد ما يطلعوا الأسنان نبدأ بشاشة صار في عدد كفاية للأسنان إنه نفرشيهم خليل نحكي بعمر السنة تقريبا أو حتى قبل ممكن حسب كل طفل أنت بطلع نعم بدنا نشوف إنه فيه أسنان نقدر نفرشيها بالفرشاي نبدأ نستخدم الفرشاي الفرشاي فيه بالسيدليات منلاقي أعمار فيه لحد عمر سنتين فرشاي معينة حجمها صغير فيه فرشاي أكبر للأعمار الأكبر كل جيل إلى فرشايته المهم يكون حجمها صغير عشان نقدر نتحكم فيها مفروض الأهل يفرشوا للطفل مش الطفل يفرشي لحاله لحد الدراسات بتقول عشر سنين تسع سنين اللي هو العمر لعضلات إيديه تكون تكون تكونات ويقدر يتحكم بالفرشاي ونظف مظبوط أسنانه بلحد هذا العمر هذا المسؤولية الأهل مفروض تكون والرضاعة الطبيعية لأي مدى وما هي أهميتها في مسألة صحة الأسنان أكيد الرضاعة الطبيعية كتير مهمة وكتير مفيدة لصحة الطفل بشكل عام في خطأ شائع خلينا نحكي الناس بتفكر أن الرضاعة أو حليب الأم ما بيسبب تسوس الأسنان أو أحسن من الحليب اللي في الأنينة بنعطي للطفل برضو حليب الأم فيه نسبة معينة من السكر إذا الأسنان ما تنظفت وظل الطفل يرضع لعمر طويل هذا برضو بيسبب له أنه يصير في تسوسات والرضاعة الحرة خلينا نحكي لي هو الطفل ممكن كل نص ساعة ساعة يجي يرضع في الليل بالذات كتير الأهل بيسمحوا للطفل أنه يرضع هذا كتير بيئذي الأسنان لأنه فعليا متارك الأسنان جوا حليب والحليب كله سكر نعم طب في النهاية نصيحة واحدة منك يعني للأهل حتى يشجعوا ابنهم على أنه يهتم بصحة أسنانه في جداوين ممكن يطبعوها الأهل أنه كل يوم الصبح ومساء يحط صح فيه أنه فرشة أسنانه وبآخر الشهر يأخذ هدية بعد إذا ما أخذ ولا إكس في هذا الشهر فكرة حلوية أنا أبدأ أشكرك على وجودك مانع على كل هاي المعلمات دكتورة لما عساف جبرين طبيبة أسنان الأطفال شكرا جزيلا لوجودك أهلا فيك يلا يخلي